وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية تمكنت وزارة داخلية خلال 24 ساعة من ضبط 642 قضية مونية ومستندية عينية بمضبطات بلغت قرابة 950 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 86 طن أما في مجال حجب الأرزة الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر السمي للأرزة الأبيض فتم ضبط أكثر من 840 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر السمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قرابة 24 طن أما تم أيضا ضبط 921 قضية من بينها 316 قضية خبز ناقص الوزن و301 قضية خبز غير مطابق للمواصفات